يا أيها الإنسان مهلا ننتبه هذا مقال الصدق غير مشتبه والله الصلاة والسلام على رسول الله الغاية بالخلق الخلقي خلقنا الله سبحانه وتعالى لغاية عظيبة وحكمة عظيبة وهي العبادة لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى عبثا ولم يتركنا هبلا نفرح ونمرح ونأكل ونفجر كما نشاء لا قال الله تعالى وما خلقت الجل والإنس إلا ليعبدون ثم قال ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون يعني الله سبحانه وتعالى خالق العالمين ما خلقنا حتى نكتسم له ما أريد منه بالرزق قال يعني ما خلقنا حتى نحترف ونجبع له أموال كما يفعل بعضنا لبعض يعني نجعل عبالا ليجبعوا لنا البكاسب لا الله يختلف الله هو الغري عن هذا والله غري عن العالمين ثم قال وما أريد أن يطعبون يطعب الله سبحانه وتعالى ولا يطعب غني عن الطعام غني وجل وعلا بذاته عن هذه الأشياء وهو لا بد أن نعرف ليس في حاجة إلى عبادتنا لو كفرت ما نقصت من ملك الله شيء ولكن أدى الذي بحاجة إليه أدى الذي بحاجة إلى العبادة فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك لأنك إذا عبته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة والمستفيد من هذه العبادة هو العابد نفسه أب الله سبحانه وتعالى فهو غني عن خلقه وصلى الله على نبينا وعلى أنه وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر